سواء السؤال إيه اللي خلاك تفكر في كده يعني مبارح وإنت بتحضر المؤتمر ليه وقفت الرئيس وحبيت تقوله الرسالة دي رغم أنه في النهاية ما قادش كان حيلومك لو أنت ما قلتهاش هو يا فندم هو أصلا أنا ما طلبتش أصلا أن أقابله أو أسلم عليه هو بطريقة أنا لقيت نفسي أنا كنت قاعد قدام فجأة الرئيس لقيتهم بيستدعوني بيندهول يعني الحرس الجمهوري بيقول لي تعالى الرئيس عايزة بالتالي الرئيس جيس وط علي بيقول لي إزايك عامل إيه أهلا بيك أنا فخور بيك جدا أنا مبسوط أن أنت حضرت المؤتمر قلت له أنا أسعد يا رئيس أنا ليه طلب عند سيادتك أن حررتك يبقى لينا مستشار عند حررتك بيتكلم مستشار لزوي إحتياجات الخاصة أو زوي القدرات الخارقة ياريت نقولها أنا على فكرة طول الوقت بقول زوي القدرات الخاصة مش زوي الإحتياجات الخاصة لأنه فعلا الواحد منكو لما بتحط في موقع المصرية هو الخارقة ياريت لأن إحنا عندنا قوة خارقة نقدر نتحدد بيه ياسيلي بس نأكد حتة الخاصة القدرات الخاصة وبعدين تشبت أنتوا منها الخارقة أنا نفسي كمّل يا محمد بعد كده سيادت الرئيس قال لي حيحصل قلت له وعقلية طلب أخير النسياتك إن إحنا أنا نفسي أنضم لجيش بلدي جيش مصر نفسي أفضي بلدي لأن كل يوم في جندي بيموت كل يوم ظابط فيه بيموت كل يوم عندنا شهيد وأنا قاعد بتفرج عليهم ونفسي ساعد بلدي نفسي أنا كمان أفضي مصر نفسي أشترشت زي بقيت اللي بشوفهم قدامي بيستشهدوا كل يوم ومش هفضل كده مكفوف الأيدي قال لي أنت يا ابني أنت كفاية مشاعرك اللي أنت بتقولها كفاية أن أنت بتقوله كفاية أن أنت بتساعد بلدك عن طريق عملك تمام قلت له لا مش كفاية يا فند مش كفاية أنا عايزك تاخدني قال لي حيحصل قلت له لا يا فند لما أنا عايز وعد قال لي خلاص أنا بوعدك أن أنت هتبقى معنا في الجيش وعد هاخدك معايا يعني في ال وعد قال لي هاخدك معايا بعد كده قال لي تحب تقول الكلام ده طبعا هو لقيته دمع وأنا دمع طبعا كلنا دمعنا يعني بصراحة بعد كده جاب لي المايك يعني قال لي تحب تقولي الكلام ده في المايك قلت له أنا نفسي أقوله من زمان يا رويز بس محدش راضي يديني الفرصة أن أنا أقولها قال لي جاب لي المايك فعلا وبتديل تتكلم وفريق صدقي صبحي قال لي أنا فخور بيك جندان أنت بطر وستيد الرئيس برضو طبعا طبعا نعم وأنت بتكلم أنت نزلت روت بيت الرئيس من مشير الفريق بس ما يشترش لا أنا كنت بصص للفريق أنا بهذر يا رجل وانا وقتها تفريق لا أنا كنت بصص للفريق صدقي صبحي يعني كان بيبصري ساعتها في عيني جد في عينه طبعا وبعدين نحردك لا أنا ساعتها كمان المشهد طبعا أنا بنا كنت بص لأ لأني دماغي خلاص يعني وقفت لأني منظر كان قوي جدا الناس كلهم بيسقفوا لي كلنا بنعايد كلنا مش قادرين نمسك نفسينا أنا وصلت رسالة النزاوي الاحتياجات الخاصة هم كمان نفسهم يساعدوا بلدهم هم